مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء بردة في أغلب المناطق وبلغت العظمى في عمان 10 درجات مئوية من خلال صور الأقمار الصناعية نلاحظ تواجد ظهور كميات من السحب المتفرقة في سماء المملكة وتظهر كميات كبيرة من السحب الماطرة وهي مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتوقع أن يؤثر على المملكة تدريجيا يومي السبت والأحد ومن خلال خرائط الأمطار نلاحظ تزايد فرصة الأمطار تدريجيا في مناطق شمال ووسط المملكة وبعض المرتفعات الجنوبية تدريجيا خلال ساعات نهار السبت وليلة السبت وحتى نهار يوم الأحد وذلك بسبب تأثر المملكة بمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية وهو منخفض جوي اعتيادي هذه الليلة بتتحول التقص ليصبح شديد البرودة في أغلب المناطق وتقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي وفرصة لزخات محلية من المطر بأجزاء محدودة وبتوصل درجة الحرارة لثلاث درجات غدا منخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية يؤثر تدريجيا على المملكة وفرصة لزخات أمطار محلية فجرا قد تكون على شكل زخات تلجية عابرة وغير مؤثرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وقد تكون الرياح نشطة مع ساعات نهار مع ازديات في نسبة الغبار في الأجواء وبتوصل درجة الحرارة بنهار ستة وبتنخفض بالليل لأربع درجات يوم الأحد أجواء باردة وغائمة مع هطول أمطار أحيانا في شمال ووسط المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار سبعة وبالليل أربع درجات يوم الأثنين ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار على الأجواء نهارا وبتتجدد فرصة الأمطار مع ساعات الليل المتأخرة وبتوصل درجة الحرارة بنهار عشرة وبالليل خمس درجات بننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم غد في باقي مناطق المملكة اربد الليلة أربعة وغدا رياح نشطة تسعة عجلون تلاتة وغدا ستة المفرق درجتين وغدا عشرة جرش الليلة تلاتة وغدا تسع درجات مئوية السلطة تلاتة وغدا سبعة زرقاء رياح نشطة أربعة وغدا عشرة مطار ملكة علياء تلاتة وغدا تمانية البحر الميت الليلة أجواء غالبا صافية عشرة وغدا خمسة عشر درجة مادبة الليلة تلاتة وغدا تمانية الكرك صفر وغدا خمسة الطفيلة درجتين وغدا ستة جبال الشراه الليلة درجة وغدا أربع درجات مئوية البترة درجتين وغدا خمسة معان درجة وغدا سبعة ودرام صفر وغدا 11 العقبة 9 وغدا أجواء غالبا مشمسة 18 درجة مئوية من خلال خرائط نماذج التنبؤات العددية تشير إلى أن أنظمة الجوية الموجودة في قارة أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط ما زالت تدعم اندفاع المزيد من الكتل الهوائية الباردة وتشكل مزيد من المنخفضات الجوية هذا الشهر بالإضافة إلى المنخفض الجوي المتوقع هذه الأيام ويستمر حتى يوم الأحد أما حقيقة تساقط السلوج الليلة ويوم غد يتوقع أن تندفع نحو المملكة مع ساعات الليلة المتأخرة من هذه الليلة رياح شديدة البرودة قطبية المنشأ ولكنها تسبق الفعالية الجوية الرئيسية حيث أنها لا تترافق بالهطولات إلا بعض الهطولات المحلية في أجزاء محدودة ويوجد احتمال ولكنه ضعيف لهطول زخات تلجية محلية وخفيفة عموما وغير متراكمة ليلة الجمعة والسبت فوق بعض المرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر وفوق قمم المرتفعات الجنوبية العالية ليلة السبت والأحد أما ملخص الحالي الجوية منخفض درجة ثانية يوم السبت والأحد وأمطار بأجزاء مختلفة وأجواء شديدة البرودة إذن تحضيرات الجوية الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة والابتعاد عن مجاري الأودية والانتباه من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وصلنا لنهاية النشرة شكرا لحسن المتابعة عودة لليلة شكرا مريان